صعود نادي الزمالك إلى دور الستاشر في كأس مصري الموسم الحالي أو كما أطلق عليه كأس مصري الجديد لأن فيه كأس مصري الأديم إحنا كأس زمالك في كأس مصري الأديم وصلنا النهائي ننتظر الأهلي أو بيرامدز أو بيتروجيت لكن النهاردة إحنا وصلنا دور الستاشر هلقابل مين حتى اللحظة الجدول لم يتم تحديده ولا المواعيد ولا الأندية التي سوف نلتقي بها إن شاء الله سواء دور الستاشر أو دور التمانية أو قبل النهائش فيه كلام أنه يوم الأربعة لكن مع اتحاد الكرة يعني ما فيش حاجة مضمونة لكن هيبان الأربعة مش بعيد إن شاء الله يعني تعد الأمور على خير الكاس في العالم أجمع معروف بفكرة المفاجآت إنه فرقة صغيرة تغري فرقة كبيرة بتحصل كاد هذا الأمر أن يحدث النهاردة لكن لعيبة الزمالك تداركوا الأمر سريعا وفريرا المدير الفني لنادي الزمالك تدارك الأمر في الشوت الثاني وقدرنا نتعادل وبعدين نوصل للوقت الإضافي بالمناسبة إن الزمالك بطل الدورش وصاحب المركز الأول حتى اللحظة في الدوري المصري إنما يقابل فريق لسه صاعد إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الممتاز لو فريق الداخلية الطبيعي إن الزمالك ليفوز والنتيجة فعلا طبيعية فوز نادي الزمالك لكن هناك مفاجأة إنه الزمالك يوصل للديئة 120 يعني يلعب إكسا طيب أو وقت إضافي هذه مفاجأة الكاس دي المفاجأة بتاعت الكاس بالنسبة للزمالك إنه الطبيعي في التسعين ديئة تقولي أصله بنلعب بالشباب تقولي أصله مش عارف فيه غيابات أقولك صح بنلعب بالشباب وفيه غيابات لكن اسم اللعيبة اللي بتلعب دي بتلعب في نادي الزمالك لازم تعرف يعني إيه نادي الزمالك كان سنه 17 سنة كان سنه 20 سنة كان سنه 30 سنة لازم بيعرف إنه بيعرف في نادي الزمالك كان لعب أساسي أو احتياطي أو حتى خارج القيم النهاردة الشوت الأول كان سيء وما يجب أن يتكرر مش فكرة إن أنا بلعب بالشباب أنا بيهمنيش أنا الزمالك يلعب بأي حد ده اللي عرفه صحيح إنه لازم يبع عندك جودة معينة وا 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 لكن دول بيتدربوا في قطاع الناشئين والشباب في الزمالك بالعشر سنين فاتوا فالنهاردة يبقوا مهتزين بهذا الشكل في الشوت الأول ما يجب أن يحدث ولا يتكرر ولازم تعرف اللعيبة الشباب اللي لعبوا النهاردة إن الفرصة بيتيجي مرة واحدة والفرص ما بتتكررش كتير فوز النهاردة الزمالك والصعود إلى دور الستاشر جعل لهم فرصة أخرى يستمسكوا ويمسكوا فيها لأن اللي جاي إذا لا قدر الله ما مسكوش في الفرصة ما أعتقدش إنه هنشوفهم في الزمالك الفترة الجاية ممكن يروح إعارات يستووا بقى يروح يستووا بره ويرجعوا لكن كان فيه إيجابيات النهاردة بالنسبة للشباب وهو اللاعب المسجل من الخمسة اللي تحت السن سيف فاروق عفر ويسايد دمار الاتنين دول الاتنين مسجلين في القايمة بتاعة الزمالك يعني بيتضربوا مع هذا الرجل منذ اللحظة ومع كارتيرون كمان وكارتيرون اللي اختارهم ودخلهم القايمة يعني هنا النهاردة الاتنين دول قدوا مباراة جيدة نمار وسيف فاروق عفر وسيف عمل اللي كل كان يتمنى اللي احراز هدف هو اللي استطاع ان يحرز الهدف الأول ويعيد الزمالك إلى المباراة سيف ونمار لازم الحفاظ عليهم الحفاظ عليهم يعني يعني ما ينفعش حرقهم أخدهم واحدة واحدة يشاركوا في المباراة اللي جاية أوقات تلت ساعة في نص ساعة في شوت واحدة واحدة يدخلوا واحدة ويسقوا في أنفسهم أعتقد أن الهدف النهاردة بتاع سيف فاروق ويه بالنسبة لإعداء نمار هيسبح لهم أنهم واحدة واحدة ما يبدأوا يدخلوا يتقلوا بقى في الملعب يبقى لهم دور دور مهم وده المطلوب فعشي مع شديد احترام لعب عنده 18 سنة أو 19 سنة ولا 20 سنة ما يفعش خالص أنه يبقى خايف خايف إزاي بواجه حياته إزاي طيب يعني يخاف إيه اللي يخليه بخاوه خايف من في المطشة ويعمل أقارات غلط فيش أي حاجة تستدعي أولا أنت معك لعبة كبيرة معك مدير فني كبير اسم النادي اللي أنت بتلعب معه كبير تشرت النادي كبير تاريخ 111 سنة يشيله أي حد على كتفه فما تخافش توقف واسق وتبقى فاهم أنت بتلعب فين وعرف دورك وإما المدير الفني بتاعك يقول لك التعليمات تبقى بتسمعها ومركز معها عشان كده بقول أنه الفرص ما بيجيش كتير فاستمسك ويمسك في الفرصة وللمرة التانية صعود الزمالك إلى دور السلتاشر جعل لهؤلاء فرصة أخرى الله أعلم بقى هتيجي أمتى لكن في فرصة صحيح الزمالك غايب منه تقريبا 11 لعب ما بين وجودهم مع المنتخب وما بين الإصابات لكن مش معنا ده أن نلعب وحش أو ألعب مضغوط هتيجي تقول لي طب هو ليه فريرة ما بدأش بالكبار وخلص المطش وعليه دخل الشباب يعني ببرضو الأمور أهدى بالنسبة له قال عن نفسي لازم أحيي فريرة على أنه خد قرار بمشاركة الشباب في البداية 3-4-5 تعيبة للعب ليه؟ عشان هو أنه لو معرفتش مستواهم دلوقتي وهم بدأوا يثبتوا أنفسهم في وقت زي ده في مبرأة مهمة مبرأة خروج المغلوب هعرف إمتى هتانينا دلعهم لإمتى مش ديها المسئولية هو ده اللي يتقال عليه أنك لعب مسئول أنك تفهم الوضع وتعرف أهمية الظرف لو أنا بقى دخلته والزمالي كفايز 3-0 إيه بقى؟ معادي إيه الاستفادة؟ هتعرف منين أنه لعب صاحب شخصية لعب قوي لعب عارف هو عايز إيه إلا في المشاطة اللي إزاي دي عشان كده ممكن أختلف مع كل جمهور الزمالك أو مع كل اللي بيقولوا أن كان فريرة يبدأ بيء الكبار الأول شيكبالة وبين شارقي أقول له لأ أنا مؤيد تماما آه اتزنقت واحتاجت أنزل وخمس تغييرات يعني يعني عادي إيه المشكلة؟ نقدر نغير نص الفريق لكن لو أنا معرفتش دلوقتي مستوى اللعبة الشباب هعرف إمتى هعرف إمتى النهاردة عرفنا جزء من المستوى ممكن بقى اللعيبة مغضوضة اللعيبة خايفة أو جات لهم فرصة تانية ترجمة نانسي قنقر